أمير الكويت في إيران هل تجدد طهران علاقاتها مع الخليج عبر البوابة الكويتية؟ المعارضة البحرينية تهدد بمقاطعة الانتخابات المقررة هذا العام دون التوصل إلى اتفاق سياسي إلى متى؟ الإمارات لديها خطة لإنعاش الاقتصاد المصري بعد فوز السيسي ما هي أبعاد هذه الخطة؟ وفي اليوم العالمي للطفول الذي يصادف اليوم نعتذر لأطفال سوريا وكل طفل تعرض للانتهاك في عالمنا العربي هذه أبرز العناوين التي سنتناولها في هذه الجولة دعونا نقف على آخر وأهم الأخبار حتى الساعة الإعلان عن الحكومة الفلسطينية غدا ونتنياهو يدعو المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بها المؤتمر الوطني الليبي يرفض خيارات حفتر في تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الخامس والعشرين من يونيو الجاري طالبان تفرج عن جندي أمريكي مقابل إطلاق خمسة من قادتها من جوانتانامو مجلس أوروبا بين تدخل الشرطة التركية العنيف ضد المحتجين في ذكر انتفاضة حديقة جيزي أهلا بكم من جديد نبدأ بزيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وصل إلى تهران بعد انفراج الأجواء نسبيا بين إيران والدول الخليجية المجاورة رغم استمرار الخلافات حول سوريا واتهامات لإيران بالتدخل في شؤون داخلية لدول عربية في العراق في البحرين إلى ما ذلك أنا على كل أنتقم مباشرة للكويت الأستاذ حسين عبد الرحمن الكاتب الصحفي المعروف أستاذ حسين مساء الخير ويزعد مساكو شكرا لوجودك معنا في هذا البرنامج حدثني عن أبعاد هذه الزيارة لأمير الكويت في هذا التوقيت سيد حسين إذا كنت تسمعوني يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد حسين عبد الرحمن ولو إلى حين على كل نحن العلاقات الخليجية الإيرانية هي التي سنقف عليها في مبتدر هذه الجولة من خلال زيارة أمير الكويت إلى تهران وكانت هذه العلاقة قد شهدت انفراج نسبي دعم نسميه عندما كان هناك غزل دبلوماسي بين الرياض وتهران ودعوات متبادلة هنا وهناك ومحاولة ربما لتطبيح هذه العلاقات ما دعا إلى ذلك أن تهران وعلاقاتها أيضا مع العالم أجمع شهدت بعض التطور خاصة في ظل المنحة الإيجابي الذي انتحته تهران مع برنامجها النووي المثير للجدل واجتماعاتها مع خمسة زائد واحد والدول الكبار وقرب التواصل إلى اتفاق نووي ينهي هذه المعاناة ويبدو أننا من جديد عدنا إلى الأستاذ حسين عبد الرحمن الكاتب الصحف أستاذ حسين مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا بي أيضا المساك شكرا لو وجودك معنا تسمعون الآن بوضوح حدثني عن أبعاد هذه الزيارة لأمير الكويت إلى تهران وفي هذا التوقيت يعني هذه الزيارة حقيقة تأتي في وقت مهم جدا وهو الوقت الذي نحن محتاجين أن نستقل ونستفيد من كل الطاقات العربية والخليجية لفتح ومد الجسور مع إيران لأن في الواقع التغيرات في المنطقة ساعدت كثيرا على أن نقدم على هذه الخطوة التي نريدها طبعا زيارة سمو أمير الكويت إلى تهران يعني ستكون منعطف تاريخي كبير جدا في المرحلة المقبلة وخاصة أن سمو الأمير سيفتح حقيقة كثير من الملفات وكثير من القضايا التي تتعلق بقضايا شعوب يعني وقضايا مد العلاقات ما بين إيران وما بين دول مجلس تعاون الخليجي الذي هم أقرب الناس إلى إيران وأيضا علاقات العربية الإيرانية وخاصة أن إيران لها دور كبير في كثير من القضايا الموجودة وخاصة القضية السورية هي قضية مهمة جدا في الوقت الرهن وخاصة بعد التطورات التي حصلت على الأرض الواقع في سوريا يعني لابد الآن التفكير بطريقة واقعية في كيفية التعامل مع هذه المشاكل نعم أستاذ حسين أنت تعلم أن علاقات إيران مع دول الخليجي ليست هي علاقات مع كيان واحد الكيان الخليجي هي علاقاتها مع الكويت تأخذ شكل مختلف مع السلطنة عمان شكل أيضا مغاير فيه بعض التقارب النسبي مع السعودية شد وجذب ربما وثقلين كبار هما يتعاملوا بهذه الصفة أيضا مع الكويت أيضا الشكل يبدو متميز ومختلف مع دولة كبيرة ومع الإمارات أيضا رغم احتلال جزرها تبقى هذه قضية عالقة سابتة أثاثية بين الطرفين يعني هل تستطيع إيران أن تتعامل مع الكيان الخليجي كجسم واحد أم أن هذا التباين فيه شيء من الإضافة لهذه العلاقات يعني دعنا أقول أن إيران خلال الفترة الماضية يعني ما كانت تهتم في قضية الوضع الخليجي لأنها كانت ترى بأن دول الخليج لا تستطيع أن تتصدى لإيران وهذا واقع يعني نحن لا نقدر على إيران عسكريا وربما قد تكون هناك أكثر دول نشتري أسلحة وسبة الهاجس الأمني الموجود مع إيران لذلك يعني اليوم زيارة الأمير ستساعد كثيرا على فتح جسور العلاقة السعودية الإيرانية صدام حسين وقف لحاله أمام طهران ما الذي تغير منذ ذلك التاريخ لا دعني أقول لك يعني هذا ما نفسه بوقوفه وبدعم خليجي بدعم خليجي بدعم أوروبي بدعم كله لكن بالنهاية الشعب العراقي خسر ودفع الثمن يعني بالنهاية الشعوب نحن نتكلم عن قضية شعوب يعني نهمني قضية الشعوب لما تكون نتكلم عنها لذلك نرى بأن الواقع الموجود أمامنا يجب أن نتعامل معه أنا أتكلم في الكويت نحن بالكويت كدولة مسالمة دستورنا يمنع الحرب الهجومية نحن ندافع فقط عن أنفسنا نسعى إلى التنمية لكن اليوم سمو الأمير سيسعى إلى عمل نقلة نوعية من خلال يعني دفع عجلة المصالحة وما بين السعودية وما بين إيران لأن حقيقة إذا تمت المصالحة ما بين إيران وما بين السعودية باقي دول الخليج بالنسبة لي أنا لا تشكل مش أهمية لا بالعكس أحتفظ لا تشكل ذاك الثقل الموجود لدى السعودية لأن السعودية أيضا يعني اليوم تريد بطريقة أو بأخرى فتح القضايا الموجودة في سوريا في لبنان في العراق وتحلها وهذا القضايا الموجودة في سوريا أو في لبنان أو في العراق لا يمكن حلها إلا من مفتاحها في طهران وكما نعلم أن الأمير سعودي الفيصل قبل أسبوع وعشر تأيام دعا سيد ضريف إلى وزير خارجية إيران إلى زيارة السعودية ويبدو هذا هو مؤشر كان يعني علني سعودي بما يشجع على فتح هذا الملف في طهران اليوم بتعامل حقيقي ويجب أن نعرف أن إيران اليوم لها أذرع كثيرة لها امتداد في لبنان لها امتداد في سوريا وبشكل قوي لها امتداد في العراق وفي اليمن وفي السودان يعني هي مفاصل كثيرة موجودة نحن مقبلين على شكل جديد للمنطقة وهي شكل بشار الأسد سيأتي رئيسا شئنا ما بينه سيكون رئيسا منتقبا ربما قد لا نتفق في طريقة الانتخابات أجل سيسي الآن رئيسا إلى مصر لذلك علينا أن نعرف كيف نتعامل نحن في القضايا المقبلة في الفترة القادمة نعم أستاذ حسين أنت تعلم أن القلق العربي والخليجي من إيران لا يتجاوز ثلاثة ملفات يعني يحوم حول هذه الملفات أولا سياسات إيران الإقليمية في سوريا في لبنان في غيره وتدخل إيران في شؤون الداخلية حتى لدول خليجية كالبحرين مثلا على سبيل المسار بشكل مباشر وجهت بعض الشبهات في هذا الاتجاه الملف الآخر هو الملف النووي الإيراني يعني إلى أي مدى طهران مطالبة بأن تقدم ضمانات بعدم المضي قدما في هذه الملفات إلى الأمام بما يزعج الخليجي شوف اتذكر ثلاث ملفات أنا سأبدأ بالملف النووي وهذا ملف يهم دول مجلس تعاون الخليجي في رؤى نحن لا نملك رؤى ماذا نريد من إيران في الملف النووي نحن فقط نريد أن يكون هذا الملف النووي أن يكون هذا المفهن سلمي وبالتالي هي لأننا نحن شعوب نعتمد خاصا لكويت نعتمد على ماء الشرب من البحر وكذلك البحرين وكذلك دول الخليج أخرى لأننا لا عندنا أنهر وينابية وبالتالي إيران ستقدم ضمانات للقضية لم نتفاوض مع إيران نحن يهمنا منطقة إيران يبعد المفاعل النووي على الكويت 180 كيلو ويبعد عن بعض الدول الخليجية لا يقل عن 50 كيلو لذلك لم نجلس نتفاوض مع إيران حول هذه المفاوض للغريب أن إيران تتفاوض مع دول أوروبية حول هذه القضية المهمة والحساسة لنا نحن لا نتفاوض لأننا حقيقة في دول مجلس تعاون لا نعرف ماذا نريد كيفية التفاوض مع إيران لذلك الإيرانيين صعبين في التفاوض لا يمكن يقبلون بمفاوضات أنت لا تعرف لا تحمل ملفات أنت لا تكون موجود معك هذا القضية قضية إيران وجود لها في بعض الدول العربية هذه حقيقة لضعفنا إحنا لنحن نلوم أنفسنا يجب أن نعرف نحن لا نلوم إيران لأنها تدخلت في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو في اليمن أو في السودان أو حتى في أي مكان آخر نحن نجب أن نلوم نفسها ماذا قدمنا لهذه الدول من المساعدات ماذا قدمنا للعراق أن نقف معها بعد خروجها من إسقاط النظام هذه هي المفاصلة ماذا قدمنا للبنان من دعم كامل دول خليجية من أجل أن نجنبها حرب طائفية ماذا قدمنا لسوريا ولذلك حتى في تشكيل المعارضة السورية لم نقدم النموذة جزء الكويس الذي أوروبا تعتمد على الآن كما قال الجبلة قد تخلوا عنا كثير من الناس وخاصة الأوروبيين في الدعم للسلاح هذه قضية مهمة جدا لأننا لازم نكون واقعيين في الدول العربية يجب أن نتعامل مع فريق إيراني وكما قالوا الأخوان في أوروبا نحن نتعامل مع نظرية السجاد أي أن بالهم طويل الإيرانيين بالهم طويل في قضية السجاد يقعد ست سنوات يسألون سجادة مترين بثلاث أمتار فهذه هي النظرية التي نجب أن نتعامل معها هل نحن نملك هذه النظرية خلينا نكون واقعيين أنا حقيقة جدا ألومنا أنفسنا أننا لم نستطيع أن نتعاون ونحل مشكلة نحن لم نستطيع أن نحل مشكلة البحرين ماذا موجود في البحرين لم نتوقع أن نحن مشكلتها مشكلة أخوان المسلمين في الإمارات أو مشكلة بعض المعارضة على كل سيد حسين نعم أنت تثير موضوعات في غاية الأرهمية وتضع الأصبع على كثير من الجروح خاصة فيما يتعلق بمسألة الفرع وضعنا أجسادة ونحن أصبعنا أنا أدعوكم المشاهدين أن نتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن مسار هذه العلاقات ومن ثم أعود إليك أستاذ حسين نواصل الحوار في هذا الموضوع العلاقات الإيرانية الخليجية علاقات فرضها التاريخ والجغرافيا والدين وبحكم هذه المكونات كان من المفترض أن تكون علاقات متينة ومتميزة ولكن الواقعة لا يعكس ذلك فهي علاقات سادها الشد والجذب والتباين في المواقف واختلاف الرؤى وجاءت الطموحات النووية الإيرانية لتزيد من هذه الهواجس وتعمقها بالإضافة إلى دعم إيران لبعض الأقليات والأحزاب الشيعية في بعض الدول وجاءت الأزمة السورية لتكمل المشهد بالتدخل الإيراني الصريح في هذا البلد بالعدة والعتاد مما صعب من المسألة وزادها تعقيدا لكننا رغم ذلك ووفق تطور المباحثات في الملف النووي الإيراني شهدنا تطورات إيجابية في علاقات إيران مع الغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وشهدنا غزلا دبلوماسيا ناعما بين الرياضي وطهران واليوم تأتي الزيارة رفيعة المستوى لأمير الكويت إلى طهران وكان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ضريف قد قام بزيارة إلى كل من الكويت والإمارات وقطر وعمان معلنا عن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع هذه الدول ومعربا عن رغبة بلاده بتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية وعرب ضريف أمس عن تفاؤل كبير بنتائج زيارة الشيخ صباح إلى إيران وبأن يكون التعاون الإيراني مع الملف الخليجي أكثر إيجابية وواقعية وينعكس بشكل إيجابي على مستقبل وأمن واستقرار دول مجلس التعاون والمنطقة المراقب المحايد للأمور يتمنى أن تساعد زيارة أمير الكويت إلى إيران على حل الخلافات الإيرانية الخليجية وأن يقدم الإيرانيون ما يقنع الخليجيين بأن طهران لا تتدخل في شؤونهم الداخلية وأنها تعمل على تصدير ثورتها إلى الخارج وأن تتحول الأقوال إلى أفعال ومن جديد عودة الأستاذ حسين عبد الرحمن الكاتب الصحف أستاذ حسين كنا نتحدث قبل هذا التقرير عن الفراغ الذي تحدثت أنت وذكرت بأننا لم نستطيع أن نملأه وإيران غير ملامة بمعنى أنها دخلت ربما ووجدت هذا الحيز وأي دولة إقليمية تستطيع أن تقوم بذلك متى ما أتيحت الفرصة سؤال الآن إلى أي مدى أن ترى هناك كثير من الناس يروا بأن إيران تريد أن تصدر ثورتها إلى العالم العربي إلى الخليج إلى كل مكان وهي مغلفة أيضا بالمثب الشيعي دعنا نكون أكثر وضوحا إلى أي مدى هذا الحديث من الممكن أن يكون فيه شيء من الدقة أم أن إيران تمارس السياسة وسياسة فقط بمعنى أن يكون لها ثقل وتمدد أولا خليني نتكلم عن قصة تصدير الثورة الآن هذه مقولة قديمة لتصدير الثورة الثورات لا تصدر الآن يعني ما هي علبة سقاير أو شيء بنصدرها اليوم الأفكار تتنقل وأصبحت الأمور أسهل من أن تكون إيران تصديرها الآن ماذا تريد إيران من تصدير ثورتها إذا هي عندها على أرض الواقع موجودة في لبنان يعني ماذا تريدها يعني هي مجرد أن تكون يجب أن لا نفكر بهذه العقلة يجب أن نفكر بعقلية كيف نتعامل مع الإيرانيين ند لن ند أن لا نعيش وهم تصدير الثورة وأن نخلق أمامنا عدو وهمي في موجود إيران دولة كيان يجب أن نتعامل معها وفي هذه الظروف بالذات وهي ظروف ظروف وجود الرئيس الروحاني الذي أبدأ حقيقة تجاوب وأبدأ مرونة كبيرة في أول خطاب له أول مؤتمر صحفي عقده بعد توليه الحكم يعني أبدأ جاوب لذلك علينا أن نستقل هذه الفرصة نحن فوقعا في الدول الخليج وكما قال لي أحد وزراء الخارجية دول مجلسة تعاون الخليج لقد ضيعنا فرصتنا مع إيران أثناء تولي خاتمي وصددنا الأبواب في وجهه وهذه كانت حقيقة خاتمي إجابي عقلية انفتاحية وكان إحنا علينا أن نفتح له البيبان من أجل أن نساعده في أن نتقبل بعضنا ونتماشى نحن صدينا خاتمي ثم ندمنا على هذه القصة اليوم إجابينا روحاني ألنا أن نتعامل مع الروحاني ولذلك زيارة الأمير جيد أستاذ حسين كيف تبرر ربما احتداد العلاقة بين ما يعرف بالشيعة والسنة خاصة في الفترة الأخيرة في عالمنا العربي أصبح هذا المشهد يفرد نفسه شيئنا أمرينا كمان تذكرت يعني لماذا ما هو السبب خلينا نقوم نرى هذه القضية هي الحرب النائمة يا أستاذي مثلما رأيت الأقباط ما بين الأقباط والمسلمين في مصر نرى الآن الحرب بين الشيعة والسنة وطبعا تعرف أن الحرب هذه حرب النائمة مثلما نرى الآن الأمازيغيين في الجزائر بيقولوا عن نفسهم أنهم نحن لسنا عربا وإجوا العرب غزوننا يعني وبالتالي هذه الحرب العرقية في الصحراء المغربية موجودة القضية الأكراد أيضا قاعد يقولون أننا أكراد الآن ولسنا عربا وبالتالي نريد أن نستقل هذه الحروب هي الحرب النائمة التي لا تكلف الدول الأوروبية والدول الكبيرة أي شيء سواء ألغيها القنبلة وفي المقابل في المقابل أيضا وجود ناس أغبياء من كل أطراف أن يروجون لهذه القضية من خلال جلوسهم في تويتر ومن خلال وجودهم في القنوات الفضائية دول عربية ودول الخليجية سوّت قنوات فضائية لكي تشتم أهلها وتشتمت في مصر في قنوات فضائية فقط لإهانة المصريين للأقباط وأيضا بالعكس وكذلك الآن في الدول العربية موجود قنوات فضائية فقط لها هذه الحرب التي نتكلم عنها هي أخطر من المفاعل النووي الإيراني كل مواطد الآن طائفي متخلف يحمل هذا الفكر هو قنبلة نووية متنقلة صحيح أنا أتفق مع جملة والتفصيل ولكن دعنا أيضا في وقت آخر نرصد من يقف وراء هذه القنوات أصلا دعما وتمويلا وهذا فأنا أشكرك أستاذ حسين عبد الرحمن الكاتب الصحفي كنت معي من الكويت إلى البحرين المعارضة البحرينية هددت في بيان بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام ما لم تضمن الحكومة أن تأتي الانتخابات معبر عن إرادة الشعب البحرين تشهد إضطرابات منذ 2011 يقودها الشيعة في هذا البلد وتزامنت مع انتفاضات مماثلة في مصر وتونس وإلى ما ذلك الحكومة والمعارضة لم يفضي اللقابين هم إلى انهاء الأزمة السياسية والشيعة يقولون بأنهم يشكوا من التمييز السياسي في المملكة وهو اتهام تنفيه على الدوام السلطات إذن باعي عبر الهاتف من المنامة السيد مجيد ميلاد عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين سيد مييد مساء الخير مساء الخير شكرا لوجودك معنا وتهديد مبكر ربما بمقاطعة الانتخابات ما الذي تريدونه حتى تدخلوا في هذه العملية الانتخابية البيانة الذي صدر من قوى المعارضة المختلفة الوطنية سواء كانت الإسلامية منها أو الليبرالية دعت إلى مقاطعة واسعة للانتخابات القادمة النيابية والبلدية كذلك والمطلوب قبل الدخول في أي انتخابات أو موافقة عليها أن نحتكم إلى رأي الشعب بمعنى أن تسترجع جميع الحقوق إلى الشعب بمعنى أن تكون السيادة للشعب فلا يمكن الدخول في برلمان الناقص الصلاحيات أو في نظام مستبد كالنظام الذي يحكمه في البحرين أضف إلى ذلك أن الدوائر غير عادلة مطلقا فهنا ثلاثة أمور يجب أن تتحقق قبل الدخول مع النظام في شراكة سواء كان في الانتخابات أو غيرها نعم سيد مجيد دعني أكون معك أكثر وضوحا هل الخلاف الآن في البحرين هو خلاف سياسي أم هو سنة وشيعة بالتأكيد الخلاف السياسي ليس له علاقة بالشيعة والسنة بدليل أن المطالب الذي تطالب بها المعارضة ليس خاصة بفئة دون فئة فعندما نقول يجب أن تكون الدوائر عادلة هذا لا يخص الشيعة فحسب وإنما هذا لكل مواطن عندما نطالب بالمواطن المتكافئة والعادلة وعدم التمييز هذا لا يخص فئة دون فئة فالمشروع مشروع وطني وهذا ما أثبته السيد بسون في تقريره سيد بييد صحيح ما هي أبرز أوجه هذا التمييز ما الذي يحدث يعني هناك تمييز واضطهاد طائف للشيعة بالخصوص نعم هذا موجود فعلا في البحرين وهناك تمييز في الوظائف تمييز في الإسكان تمييز في الخدمات نعم سيد مجيد أنت تنفي لي أن هذا الصراع الموجود في البحرين هو صراع طائفي بمعنى سنة وشيعة في ذات الوقت هناك وأنت الآن قلتها من يقول بأن هناك اضطهاد لطائفة الشيعة مثلا هذا الحديث قد لا يستقيم مع الأول وأنا قد أفهم أن ردة الفعل هي ردة شيعية ضد النظام السني في هذا البلد كيف من الممكن أن نفسر ذلك؟ لو كان هناك صراع طائفي في البحرين بين السنة والشيعة لكانت المطالب تخص فئة الشيعة فقط فإذا قلت أننا نريد دوائر عادلة فليست الدوائر عادلة خاصة بالشيعة دون السنة وإنما تكون لجميع فئات المجتمع هذا من جهة أخرى عندما نقول نريد نظاما انتخابيا عادلا أو حكومة منتخبة فليس هذا خاصا بالشيعة أن يكونوا حكومة دون شركاء الوطن الآخرين أضف إلى ذلك أن المطالب السياسية التي الآن يطالبها شعب البحرين قد انطلقت منذ 1920 في ثورة الغواصين ولم تكن بالعكس كانت بدأت طائفية آنذاك ثم التحم الشيعة والسنة في مطالب سياسي أضف إلى ذلك هنا في هذه المطالبة هناك قاد سنة أيضا سجنوا وهناك برلمان سنة أيضا تم إقالته من البرلمان فليست هناك مطالبات خاصة بالشيعة دون السنة نعم لكن ألا تتفق معي سيد مجيد جيد حديث جيد ألا تتفق معي بأن هناك من يستغل هذه الظروف ويعمل على أن تأخذ هذا السجال الذي يدور في البحرين الشكل الطائفي المحض ونحن نتابع ونرصد ذلك ربما بكل تأكيد النظام يحاول قدر الإمكان أن يسحب المعارضة من أجل أن تكون طائفية وهذا ما فشل فيه النظام سيد مجيد ليست دفاعا عن النظام ما هي مصلحة النظام في ذلك في ماذا؟ في أن يجعل هذا الخلاف خلاف طائفي والنظام يعلم أن عدد الشيعة في البحرين عدد مقدر أيضا هذا الانقسام يضرب النظام من الدرجة الأولى إذا تبناه النظام كما تقول نعم يتبنى النظام أن يكون طائفيا من أجل أن يستجلب العاطفة السنية على المستوى المنطقة الخليج العربي الشيعة في البحرين أقلية مقارنة بالوجود الخليجي فلذلك يحاول هو أن يستقوي على هذه المطالب السياسية من خلال افتعال الأزمة الطائفية فعند ذلك سوف يكسبوا كل شعوب المنطقة العربية في منطقة الخليج على أن هؤلاء الشيعة ويريدون أن يستقلوا بالحكم أنا أشكرك سيد مجيد ميلاد عضو الأمان العامة لجمعية الوفاق الوطن الإسلامية من البحرين ولكن نبقى في البحرين أيضا وعبر الهاتف من المنامة الشيخ عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية من البحرين الشيخ عبداللطيف مساء الخير مساء الخير والنور الله يزعدك ويزعد مساءك نعم هل هذه الوحدة الوطنية أو تجمع الوحدة الوطنية هو تجمع سني هكذا تجمع الوحدة الوطنية نشأ من خلال وقفة الفاتح التي اشترك فيها كل القوى الوطنية البحرينية سواء من السنة أو الشيعة أو البهرة أو المسيحيين أو غيرهم كل القوى الوطنية اشتركت في التجمع في وقفة الفاتح الأولى والثانية وبعد أن كان تجمعا عفويا كان لابد من أن يكون له شخصية اعتبارية وقانونية فظهر الجمعية تجمع الوحدة الوطنية وقد انضم إلى عضويتها أكثر من 22 ألف شخص منها السنة والشيعة والبهرة ومسيحيين وغيرهم وبالتالي تعتبر جمعية تجمع الوحدة الوطنية جمعية ووطنية شاملة لكل أطياف المجتمع ولا نستطيع أن نقول أنها سنية خالصة ولكنها منفتحة على جميع الرؤى وجميع الطوائف وجميع الأفكار جيد سألتك أنا هذا السؤال لأن كل المصادر التي أشارت إليها بغرض أو بدون غرض كانت تشير إليها بهذا المسمى الذي يجب أن نترفع عنه يعني ما سألت الشيعة وسنة هذه لا تليق في زماننا هذا وأنا كنت قبل قليل مع جمعية الوفاق وهو أيضا ينفي لي أن تكون الطائفية والمثابية هي التي تحدد هذا الصراع والسجال الذي يدور في البحرين ما هي رؤيتكم للملة الشمل في هذا البلد والعيش تحت قبة واحدة تجمعكم أولا ننظر إلى الواقع واقع الجمعيات السياسية السابقة أنها جمعيات يغلب عليها طيف واحد جمعية الوفاق من شرائها أن يكون الشخص يعني يأخذ بالمنهج الذي يأخذ به رئيس التجمع الديني وهو الشيخ عيسى قاسم ولذلك وقد أثبت هذا من خلال الأيام من خلال الانتخابات التي حدثت عام 2002 و2006 و2010 ففي 2006 القيادة الدينية منعتهم من الدخول في الانتخابات في 206 دخلوا إلى انتخابات تحت مسمى الكتلة الإيمانية حتى ضد الشيع الآخرين الذين لا يخلون بهذا المنهج نعم أنا على كل أشكرك السيد الشيخ عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحطة الوطنية كنت معي من مملكة البحرين شكرا جزيلا لك ونتمنى لهذا البلد الاستقرار دوما والسلام ولازم نتابع اليوم في ساعة من سين بي ساعة عربية بعد الفاصل خطة الإمارات لإنعاش الاقتصاد المصري بعد فوز السيسي ما هي أبعادها؟ البورسة المصرية تخثر 2.5 مليار دولار في يومين نمو صادرات العراق النفطية 8% في مايو وبغداد تلوح بإجراءات قانونية بحق مشتري نفط فردستان الحكومة الجزائرية تعيد بزيادة النمو الاقتصادي 7% قبل 2019 نمو الصادرات التركية 5.8% في مايو أيار أهلا بكم في هذه المساحة التي نفردها عادة للاختصاد وحكاياه وقضاياه المستجدة في اليوم في ساعة لفت نظرنا تصريح لوزير خارجية دورة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل انهيان ذكر أن الإمارات تتوقع المزيد من الاستقرار في مصر بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية السبوع الماضي وأن الإمارات ستواصل دعم مصر ماليا وأضاف الوزير أن الإمارات لديها خطة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على المسار الصحيح ومنذ عزل الرئيس مرسي كانت الإمارات مانح كبير لمصر واتخذت نهج عملي في دعمها للقاهرة هذا بجانب السعودية طبعا والكويت وقدموا حوالي 12 مليار دولار في هيئة قروض ومنح لهذا البلد وذكر بأن الإمارات قادرة على ذلك وأن مصر الآن تحتاج إلى شركاء دوليين حتى يدعموا كل هذه الجهود وأن هذه المرحلة ستكون مرحلة مختلفة وعلى المصريين أن يشدوا العزم حتى يحققوا الازدهار والأمن أنا معي مباشرة من القاهرة الدكتور عبدالستار عشر الخبير الاقتصادي ومستشار الاقتحاد المصري العام للغرف التجارية دكتور مساء الخير بدءا مساء الخير أهلا بي وإساعد مساك كنا طوال الأيام الماضية مجغولون بالانتخابات في مصر والسيسي صباحي إلى مذلك وهو السيسي الآن يتهيأ لدخول الاتحادية ومصر تهيأ لدخول جيد نبارك لكم على كل النتيجة ليس السيسي أو صباحي لكن مجرد القفز فوق هذه المرحلة هو يستحق التهنئة ودعني أتساءل أولا عن هذه التصريحات لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زيد آل الهيان والتي ذكر فيها بأن الإمارات ستكون داعم لمصر وأن الإمارات خطة للانعاش والانتعاش الاقتصادي في هذا البلد إذا سألتك ما هي أبعاد هذه الخطة في تصورك طبقا لما أعلن أن الإمارات والسعودية سوف تدعم الاقتصاد المصري في الفترة القادمة القصيرة القادمة بمبلغ حوالي 20 مليار دولار وهذا الدعم سيتاخذ صور ودائع لدى البنك المركزي لدعم الجنين المصري لأنه ابتدى سعره ينخفض أمام الدولار الأمريكي نمرة 2 قروض ميسرة توجه للتنمية نمرة 3 المساهمة أو تمويل مشروعات بنية تحتية وإسكان على نطق واسع عشان تساهم في حل المشكلة التي تعاني منها مصر وبعاني منها عدد كبير من الشعب المصري دولة الإمارات وأبناء الشيخ زايد والسعود بفطنتهم وفطرتهم السياسية الواضحة عرفوا أن أي دعم لازم يدوه المصري لازم يدوه لمن يستطيع أن يوجهه ويستخدمه لصالح هذا الشعب ولصالح هذه البلد ومن هنا جات أنهم اشترطوا أن السيسي هو الذي يتولى الرئاسة على العوم الشعب المصري ما خادش السيسي لأن السعودية أو الإمارات قالوا أنهم يشترطوا أن السيسي يتولى الرئاسة عشان يوجهه دعم لكن الشعب المصري أيضا بفطنته استطاع أن يعرف أن السيسي هو الأحق وهو الأقدر لأننا جربناه في موقف معين كانت مصري يضيع فيه هو الذي اتخذ القرار وشل رأسه على رقابته على كفه واتخذ قرار حاسم عشان يغير الواضح المهاردة إحنا لما بعد الحرب العالمية الثانية عملوا مشروع مرشال عشان دعم أوروبا إحنا بنقول خلينا نضع الخطة أو التبرعات أو مش التبرعات الدعم الذي يقدمه والمساعدات الذي يقدمه دول الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وباقي الدول العربية الشقيقة خلينا نحطه في صورة مشروع دعم كبير نسميه مشروع عبدالله العبداللهين عبدالله الملك عبدالله والأمير عبدالله يعني خلينا نحطه في إطار مشروع معين منظم بدل ما نقول إحنا بدي 20 مليار على مدى كذا خلينا نقول إحنا في عندنا خطة على مدى الخمس سنين في دعم موجه لكذا وأنا وأؤكد أن من سيقدم هذا الدعم سيلقى له مردودا جيدا نعم نحن في الفترة اللي فاتت فترة البجدس الأسكري والفترة اللي تولى فيها الإخوان الحكم قطر ادت مثلا وديعة أو كانت بتاخد 4.5% على الدولار بينما هو سعر فايدته حوالي 0.4% فقط وعلى الوداء القروض كان أكثر إذن ما كانش الهدف ومساعدة مصر ده كان هو استغلال فرصة الأخوة في قطر أشقاء وأعزاء وحتى من الحكومة من العيل الحكمة في قطر عندي أصدقاء قريبين جدا لكن احنا بنقول يعني ده عاوزين نقول لسميه مع الاعتذار اليوسف شهين الابن الضال ده مأساة الابن الضال وللأسف وأنا أعتقد أنه هم يعودوا لرجدهم تاني وإحنا ما نقدرش نقول حاجة وحشة على قطر لأن دول أخواتنا وبنقول في النهاية إن قومي هم قتلوا أميم أخي نعم فلأن عفوتوا لا عفوا جللا نعم ولأن رميتوا يصيبوني سهن مصر على كل إن تدخل في مرحلة جديدة أخوة في قطر أخواتنا نعم صحيح الأخوة في الإمارات والكويت والسعودية صحيح نحن أخوة أعزاء نعم وهم بيسارعوا بمساعدة أخواتهم في مصر وإحنا بنقدر لهم الكلام جيد نحن نريد هيسجل في التاريخ ليهم نعم أنهم تقدموا في وقت أزمة مصر وتقدموا بمد يد العون والمساعدة لمصر نعم ومصر في مرحلة جديدة الآن نتمنى أن تتغير كل التفاصيل من أجل إزدهار مصر وإزدهار كل المنطقة العربية هذا يهمنا من الدرجة الأولى دكتور يعني إلى أي مدى مصر الآن أنت تعلم أن كل مرحلة تختلف على الأخرى يعني ولها متطلباتها ولها تفاصيلها الآن مصر بدخولها لمرحلة الاستقرار السياسي وانتخاب رئيس الجمهورية في هذا البلد لا شك أن شكل الدعم أيضا من المفترض أن يكون مختلف بمعنى أن لا يكون فقط للدعم وللسند وللجنيه ماذا عن عجلة الاقتصاد الحقيقية في مصر والتي يجب أن تدور يعني وبأسرع وقت ما هي محتاجة بادي اشتعال زي ما في السيارة كده في بادي اشتعال بيبتد الحركة هنا محتاجة بادي اشتعال هذا الاشتعال ده إن شاء الله مجرد ما أنا مقدرش النهاردة أطالب السيسي أو الحكومة بعصايا سحرية تضرب الأرض تبتدي الاشتعال احنا عاوزين نقول لازم ندي فرصة لهذه الحكومة المشير السيسي الحمد لله هو كان إيده في العملية وفي الوضع سواء في الحكومة أو في الأمن أو في الاقتصاد إلى آخره وفي السياسة الخارجية أيضا وليبع طويل في هذه الموضوعات وبالتالي يمكن كان الإخوة في السعودية أو الإمارات قلقين وبقولوا إن إحنا عاوزين بنفضل للسيسي ييجي لأنه مش عاوزين واحد ييجي لسه يتعلم يبتدي يعرف الأوضاع العالمية والأوضاع في الداخل والخير فأنا أعتقد أن في أقرب فرصة هيشتغل بدء الاشتعال ده في مصر وهتبتدي الحركة الدور إن شاء الله وهي بمجرد الدورة الأولينية هيحصل مقرر لهذا الدوران وهيحصل الاستثمارات هتبتدي تؤتي نتائجها ويحصل تراكمات لهذه الاستثمارات وتطلع النتائج ويوعد تدوير النتائج لأخره وإن شاء الله الإخوة اللي يوقفوا معنا وساعدونا وعونونا هيبقى لهم مردود أدبي ومعناوي ومادي جيد جدا وأنا بطمنهم وأنا عارف أنهم مش منتظرين المردود بالسرعة أو بالسرعة لكن أنا بأؤكد لهم أنه هيبقى فيه مردود جيد جدا سواء أدبي أو معناوي أو مادي وإحنا سند المنطقة الخليج وسند المنطقة العربية كلها حتى لا نكون ممعنين في التفاقل لهذه الدرجة وأن الحياة كلها ورود وأسهار ومفروشة والسيسي فاز في مصر وشعب المصر كله سعيد وعاية الاقتصاد ستدور هناك من له رأي في فوز السيسي أصلا وهو قطاع مؤسس أنا نتحدث عن أخوان المسلمين نتحدث عن مقاطعين كانوا الانتخابات من لا يروا بأن السيسي مؤهل لهذا الفوز إلى ما ذلك هؤلاء بطبيعة الحال لن يدوروا في هذه العجلة بل من الممكن أن يضعوا العصر حتى على الدواليب كما يقولون بشكل أو بآخر في إطار التكتيكات السياسية رفضا لهذا الوضع كيف من الممكن أن يكون حجم تأثيرهم في تقديرك وإذا تمت نسيطر عليهم أمنيا هل من الممكن أن نسيطر عليهم اقتصاديا ضعني في الصورة والمشاهدين الإخوان والطيارات التي يمكن أن تعتبر طيارات معارضة أنا أتكلم عن الإخوان مثلا أو أن نخدهم كفصيل كم تعتقد عدد أعضاء الإخوان الفعليين مش الأولاد الصغيرين اللي هم أشتروهم وبينزل بقولوا روح فجر أو أعمل كذا أو روح ما تنتخبش القيمة الإخوانيين الأصلين تعتقد عددهم كامل في مصر يعني من وهم كلهم موجودين في الخارج وعايشين في الخارج وعندهم استثماراتهم في الخارج لاب ولما ابتدوا ييجوا يستثماروا هنا في مصر لما كان الحكم الإخواني ودكتور محمد بورسي موجود كان كل استثماراتهم استثمارات طياري استثمارات تجارية سلاسل تجارية لكن ما عملش استثمارات صناعية قادس ما عملش استثمارات سابتة قادس ما رحش يستصلح مساحة أرض أراضي زرعية فاستثماراتهم كانت غير مؤسرة وانتهوا تماما الإخوان ما لهمش فلوس في مصر دلوقتي كل فلوسهم برا واللي جابوه واللي حاولوا يجيبوه وقتها جابوه وخدوا تسهيلات من المصارف على أساس أن هم هيتولوا الحكم يعني كان ليهم دور في هذا المجيات البيت التائرات الأخرى ما لهمش في الاستثمار ولن يستطيعوا وزي ما حضر لك عارف هما الإخوان لما ركبوا الحكم حاولوا يحطوا 40 ألف أو 50 ألف موظف في كل جهات الدولة ويحقق غيره كل المحافظين على أساس يسيطروا لكن الحمد لله السيسي نجادنا أنا لا أعتقد أن أي حركة مش هيقدر يحطوا العصى في الدولاب أبدا ويقفوا ضاع عجلة الاقتصاد لأن الشعب أولا اكتشفهم وكشفوا اكتشفوا تماما وهم أساءوا نفسهم وأنا بعتبر أن هم طلعوا بيتمتعوا بقدر كبير جدا من الغباء لأن هم كانوا أمامهم فرصة جيدة جدا أن هم هيستلموا الحق ويستلموا مصر وكانوا يتعموا بما يرضي الله وأننا كنا مشفقين عليهم ونقول أنه ممكن قوي الناس ضد ظلمت لفترة طويلة يتحدث لكن اللي حصل أنهم استعجلوا صحيح فاندم صحيح واستعجلوا التمكين كما يقولون استعجلوا هم على كل في العجلة الندامة دكتور عبدالستان عشر الخبيل الاقتصادي ومستشار الاتحاد المصري العام للغرفة التجارية أنا أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج شكرا جزيلا لك العافظ إذن بداية أسبوع جديدة أسواق تفتح أبوابها كيف أغلغت هذه الأسواق في بداية جلسة هذا الأسبوع الزميلة مايستل قال لا تخبرنا بذلك لكن قبله كان هناك تأثيرات كبيرة لفرض ضريبة على المتعاملين في البورصة المصرية ولعلنا شهدنا تداعياتها أيضا أهل السوق سيفتح هذا الموضوع بشكل أكبر لكننا نشير إليه كيف أغلغت في بداية هذه الجلسات في بداية هذا الأسبوع سيطر اللون الأخضر على الأسواق الخليجية في مطلع هذا الأسبوع وبداية شهر يونيو باستثناء الأسواق الإماراتية التي كانت على تراجعات مؤشر التاسي حقق مكاسب بأربع عشر نقطة المئوية فوق مستوية 9860 نقطة لكن قيم السيولة بلغت 8 مليارات و 400 مليون وهي الأدنى للسوق منذ شهرين أما في الكويت فقد تبينت المؤشرات في مطلع هذا الأسبوع بكسب السعر لحدود أربع عشر نقطة المئوية عن 7321 نقطة قيم التداولات أيضا كانت أعلى مما كنا شهدنا خلال شهر مايو ونهايته بتسعة وعشرين مليون دينار لكن تراجع مؤشر الففتين بسبع نقاط وعند مستوى الألف ومئتين وواحد نقطة وأيضا تراجعات طفيفة بالنسبة للوزن بضغط من سهم زين لكن تبعنا في السوق الكويت سهم مزايا اليوم الذي ارتفع بحدود الفلسين عن مستوى 128 فلس مؤشر البحرين مكاسب بأقل من عشر نقطة المئوية بدعم من القطاع البنكي وأيضا الخدمات لكن اليوم تخطينا مستوى الألف واربعمائة وستين نقطة قطر ارتفعات طفيفة مع استعداد البورصة للدخول رسميا لمؤشر مورغانستان لي يوم الاثنين والثاني من يونيو رسميا في هذا المؤشر وبالتالي هذه الجلسة الثانية على التوالي التي نرى فيها الارتفعات على مؤشر سوق قطر عند مستوى 13 ألف وستمائة وسبعة وتسعين نقطة قيم تدولات أقل نوعا ما بداية هذا الأسبوع عند المليار وسبعمائة مليون ريال لكن الصورة مخالفة في الأسواق الإماراتية تراجع سوق أبوظبي بوتيرة أكبر من سوق دبي بحدود واحد وثمانعشار النقطة المئوية عن مستوى الخمسة آلاف ومئة وسبعة وخمسين نقطة من أعلى مستويات كان حققها أما دبي خسر حدود ست أعشار النقطة المئوية عند مستوى الخمسة آلاف وستة وخمسين نقطة بعد عمليات جني الأرباح التي شاهدناها على الأسهم التي دخلت إلى مؤشر مونغانستان بطبيعة الحال الأسواق الإماراتية أيضا تستعد كما قطر إلى الدخول رسميا يوم غد إلى هذا المؤشر والأسهم القيادية كانت ضغطت على السوق عمان كسب نصف النقطة المئوية مع نهاية الجلسة عن مستوى ستة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعين نقطة بارتفاع لمعظم الأسهم في السوق وبصدارة عمان والإمارات الذي ارتفع بحدود خمسة وسبع عشر النقطة المئوية وإجمالي إرادات البنى التحتية للتطبيقات والبرمجيات الوسيطة التي نشاهدها ونستمتع فيها واتساب وغيره وغيره بواحد وعشرين مليار دولار خلال 2013 أعلنت شركة تريند مايكرو أنها وسعت شركتها مع فيسبوك متيحة لشبكة التواصل الاجتماعي استخدام الحل الأمني هاوس كول للمساعدة في اكتشاف الأنشطة الخبيثة وإبقاء مستخدم فيسبوك البالغ عددهم أكثر من مليار شخص حول العالم في مأمان عنها بدأت شركة سامسونج إطلاق تحديث جديد لساعتها الذكية جالكسي جير وهو التحديث الذي يجلب لجل الأول من ساعات الشركة نظام التشغيل تايزون الذي يعمل على تطويره بنفسها ويجلب التحديث الجديد لساعات جالكسي جير عددا من التحسينات التي تجعلها على قدم المساواة مع ساعات جير 2 وغير 2 نيو مثل تحسين عمر البطارية ومشغل موسيقى مستقل مع إمكانية تخزين الموسيقى على الساعات نفسها استحوذت شركة نوكيا على ديستي وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال الخرائط في خطوة منها لتعزيز خدمة الخرائط التابعة لها هير التي بقيت تحت ملكيتها بعد صفقة استحواذ مايكروسوفت على قطاع الأجهزة المحمولة التابع لها وتعتزم نوكيا دمج التقنيات التي تستخدمها خرائط ديستي في منصة الخرائط هير سعيا منها لإضافة المزيد من خيارات البحث المخصصة بلغ إجمالي إرادات البنية التحتية للتطبيقات والبرمجيات الوسيطة 21 مليار دولار خلال العام 2013 بزيادة قدرها 5.6% عن ما شاهدته في العام 2012 بحسب الدراسة التي أصدرتها شركة جارتنر والتي تقول أن مشاريع البنية التحتية للتطبيقات والبرمجيات الوسيطة أصبحت حجر الزاوية لقطاع الأعمال والشركات الرقمية شكرا لكم إلى اللقاء شكرا علي فتوح واليوم هو اليوم العالمي للطفولة الأول من يونيو في كل عام يخصص للأطفال وبعض الفاصل نتابع طفولة سعيدة مليئة بالحب والأمان نتمنها لكل أطفالنا ونعتذر لأطفال الحرب والتشتت والدمار ويسعد مساءكم بكل خير واليوم الأول من يونيو هو يوم الطفولة هكذا بحسب الأمم المتحدة وعيد للطفولة وعندما يذكر الأطفال والطفولة لا يمكننا إلا أن نذكر الصدق والنقاء والصفاء في هذا العالم والأطفال هم فلزات أكبادنا والأطفال أسهار تمشي على الأرض وأحباب الله وهم الوحيدين الذين نستطيع أن نثق فيهم ثقة مطلقة يعني يقولون لك أن أصدق الناس في هذا العالم هم الأطفال بلا استثناء لذلك في هذه المناسبة أنا وعبر سكايب معي من العاصمة الأردنية عمان السيد سمير بدران مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف سيد بدران بس الخير وشكرا لوجودك معنا وتأتي هذه المناسبة عيد الطفولة وكثير من أطفالنا في المنطقة العربية يعيشوا أقصى الظروف وخاصة في سوريا على وجه التحديد والتي راح ضحية هذا النزاع فيها آلاف الأطفال ما الذي من الممكن أن نقوله لهم في هذا اليوم يعني ونحن لم نستطع أن نحافظ حتى على حياتهم طبعا نحن كمكتب يونسيف في الأردن نشتغلنا كثير في حالة الأزمة السورية في الخصوص وبالتالي زي ما نعرف في الأردن تم فتح عدة مخيمات للاجئين السوريين وحوالي 54% منهم من الأطفال طبعا أمننا لهذول الأطفال الإحتياجات اللازمة ودعمناهم بالعلاج النفسي الاجتماعي دي أنه يطلعوا من اللي يمروا فيه أنت بتعرفوا أن الطفل كتير حساس خاصة مجرد ما أنه ترك أصحابه ترك بيته وانتقل عبر هذه الحدود هذه مجردها لحالها هي بالنسبة لكثير من الأطفال بتصيبهم في حالات من العزلة في حالات التبول الأورادي فبالتالي اليونسيف مع شركائها في مخيم تم إعادة تأهيل الأطفال من خلال الرسم ومن خلال التعبير عن الناس وجدنا كثير تحسن منحوظ على سبيل المثال الأطفال أول ما يجوا كانوا يرسموا صور حرب صور طيران صور دمار صور جنود تطلق النار والآن بتروحوا على المخيم بتشوف الأطفال عم ترسم ورود بيوتها اللي بسكنوها العيشة اللي بيعيشوها خلال المدارس وخلال المراكز صديقة للأطفال فبالتالي نحن أمننا لهذه الفئة اللي خرجت الحمد لله ولكن طبعا لا يخلو لأي حادث من هذا المثال من الحروب دائما أول الضحية هم الأطفال والنساء نعم سيد سمير يعني أنت تعلم أن هذا اليوم هو اليوم الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للطفل والذي يصادف الفاتح من يونيو في كل عام وهي تستذكر في هذا التاريخ أنها وضعت حقوق الطفل في عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل يعني كان إعلان في هذا التاريخ والآن هي اتفاقية في 1989 لكن نلحظ أن الواقع في العالم العربي غير ذلك وحقوق الطفل مهدرة في كثير من الأحيان إلا من رحم ربي ودونك أطفال الشوارع والأطفال الذين يعملون في أعمال قاسية لا تتناسب وطفولتهم وإلى ما ذلك يعني ما هي الرسالة التي ممكن أن نوجهها في هذا اليوم للمعنيين بالأمر أنا بشكرك لأنك أثرت موضوع اتفاقية الحقوق الطفل وبالأخص نحن اليونسف في هذه السنة بالتحديد نحتفل في اليوبيل الفضي على مره 25 سنة على اتفاقية حقوق الطفل وبس حبيت أذكر لمستمعيننا هون أنه تم في تقدم ملحوظ من ناحية على سبيل المثال التعليم في الدول شرط الأوسط وشمال إفريقيا على سبيل المثال لاحظنا أنه التعليم بين اليافعين 15 إلى 24 للذكور 95% وللإناغ وصل 89% فبالتالي هذا تقدم ملحوظ حسب تقرير وضع الأطفال في الأردن الذي صدر عام 2014 في تانون الأول من هذا العام ونلاحظ أيضا أنه الدول عم تعمل جاهدا على أمور الطفولة طبعا اليونسف والحكومات لا تشتغل لوحدها نشتغل معا ونشتغل سويا ونشتغل مع الشعوب ونشتغل مع مجتمعات المحلي والمجتمعات المدنية في بلدان ونلاحظ على سبيل المثال عدد الوفايات من الأطفال دون سن الخمس سنوات خفض من السبعين كان 1.3 مليون هلأ صلنا نحكي بـ 300 ألف طبعا في هذا انخفاض ولكن لسه في أعمال لازم نحصلها أنا أشكرك لسه فيها دول الخمس بالمية نحن نحكي على عدد كبير من نتمنى لكم التوفيق ولكل القائمين على هذا الأمر السيد سمير بدرام مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف شكرا جزيلا لك وتحياتنا خاصة لكل الأطفال في كل العالم أينما كانوا ولأطفال الوطن العربي بشكل خاص ونتمنى أن توفر لهم كل ما يمكن لأن هؤلاء هم الذين نراهم بهم في مستقبل هذه الأمة تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج نور العنبكي منتج هذه الجولة وسلمان زين الدين مخرجها إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة